بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحييكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى في حلقة جديدة من قراءتنا لكتاب تلمود العمسام الأساطير العبرية التي تأسست عليها أمريكا لمؤلفه الأستاذ أو البروفيسور مونير العكش وصلنا إلى الفصل السادس من الكتاب وهو الحقيقة الفصل الأخير في الباب الأول أو القسم الأول منه وهو ينتهي بهذا الفصل الصغير لكنه الحقيقة يعني معبر جدا وهو بعنوان يعني كما نرى مثير للمفارقة فيه مفارقة حقيقة يقول يعني في العنوان يعبدون إسرائيل ويكرهون اليهود ويحتوي على مفارقة أمريكية أو من ضمن فكرة أمريكا فالكتاب يبدأ بتصدير لمارنين فينستين اللي هو من كتابه أو من كتاب The American Zionism فيقول على الولايات المتحدة ألا تحشر أنفها فيما لا يعنيها فاقتراح فصل اليهود وعزلهم وتكديسهم في فلسطين مشابه لذلك المشروع القديم الذي يقترح ترحيل الزنوج إلى أفريقيا وهذا ما يعرفه اليهود جيدا إن هذه المشاعر المتلبسة بتعابير الخير والإحسان ليست في النهاية إلا مظهرا من مظاهر اللاسامية يعني هذا رجل يهودي من إسمه مارتين فينستين أو فينستاين يعني يقول أن الولايات المتحدة يعني يقترحون بقوة فصل اليهود وعزلهم وتكديسهم في فلسطين فبالتالي هذا يؤدي إلى يعني إلى أكيد يعني إلى مشروع ما حدث يعني بنفس فكرة ما حدث الترحيل الزنوج إلى أفريقيا يعني بعد ما يعني شبعوا منهم وأخذوا جهدهم ويعني قتلوا أناس كثيرين منهم والزنوج الذين في أفريقيا يريدون الآن عودتهم بعد أن أخذوا يطالبون بحقوقهم في تلك البلاد الذي أصبحوا يعني غصبا عنهم يعني جزءا منها لأن مؤضمهم أخذوا آباءهم وأجدادهم عنوة من بلادهم إلى أفريقيا وأصبح هؤلاء الأجيال الجديدة لا يعرفون إلا هذه البلد أما التصدير الآخر فهو الولف شور في ها بيسجا ما أعلم هذي شين ها بيسجا هل هي كتاب أم لا المهم يقول دع هؤلاء المسيحيين يفعلوا ما يستطيعون لمساعدتنا على استيطان فلسطين أما مسألة إيماننا يو إيماننا فلنترك حلها إلى حين عودة الأوليغا حلها إلى حين عودة الأوليغا وعندها سيرون ما إذا كان حلمهم سيتحقق أم لا فهذين التصديرين يبدأ بهما الفاصل لكن في نص الكتاب يبدأ بالقول قبل أن يعلن هيرتزل عن دولته اليهودية بخمس سنوات كان علانه تقريبا 1899 كانت إذا كان هذا التاريخ المقصود كانت أفكار هيرتزل تخب إلى البيت الأبيض في عربة خيل سوداء تقل وزير الخارجية جيمس بلين جيمس بلين وصديقه العزيز ويليام بلاكستون فيلسوف الصهيونية اللاسامية الحديثة في ذلك اليوم المشمس من آذار مارس من عام 1891 أي أنه يقصد أنه عالم دولته الصهيونية 1896 هيرتزل إذن قبلها بخمس سنوات هذا التاريخ 1891 يقول في ذلك اليوم ارتاح الرئيس بنجامين هاريسون وظيفيه اللي هما بلاكستون وبلاكستون وبلين وزير الخارجية أمام يعني ارتاح أمام وظيفيه أمام النافذة المطلة على حديقة البيت الأبيض ليتدارس معهما خطة بن قوسين إعادة فلسطين لليهود وفقا للتوزيع الإلهي للأمم والشعوب وذلك بالدعوة إلى مؤتمر بن قوسين أيضا يستعجل تدبير الله ويهيئ الأسباب اللازمة لقيامة دولة نهاية التاريخ اللي هي الكيان الصهيوني هذا المؤتمر عودته أو إقامته في نهاية القرن التاسع عشر نعم وكان بلاكستون قد تقدم للرئيس برسالة استعطاف عنوانها بن قوسين فلسطين لليهود هذا عنوان الرسالة أهاب به اقتباس أن نعيد اليهود الآن إلى الأرض التي طردها منهم أجدادنا الرومان دون رحمة يعني نهاية الاقتباس وترجمه بالإنجليزي فرسم فيها لسيد البيت الأبيض هذه الرسالة معالم هذا المؤتمر الذي سيدعى إليه الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى وامبراطورة الهند هي يومها يعني وأليكزندر الثالث قيصر روسيا وويليام الثاني إمبراطور ألمانيا وفرانسيس جوزيف إمبراطور النمسا وهنغاريا وجلالة ماري كريستينا ملكة أسبانيا وحكومات جمهوريات فرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد والبرتغال وكذلك السلطان عبد الحميد الثاني سلطان غرفة العناية الفائقة لتدارس إمكانية إعطاء فلسطين لليهود يعني كل هؤلاء سيدعون فاقتباس إن أمريكا التي ستمضي قدما في تنفيذ خطة الله لشعبه إنما ستطلع بدور تاريخي لم يعرف العالم منذ أيام كسرى كما ذكر كارل إيهل جونيور في رسالة نيل الدكتوراه مدخل إلى الصهيونية المسيحية في أمريكا أراء إن كريز ماذر وويليام بلاكستون في عقيدة إحياء إسرائيل فهذا الكتاب يعني لماذر ويليام وهنا يفتتح اقتباس ويقول وكانت جيوش خسروا الثاني الإمبراطور الفارس يعني خسروا الثاني في سنة 614 قد اشتاحت فلسطين ومعها عدد كبير من المرتزق اليهود الذين قتلوا تسعين ألفا من أهل بيت المقدس وأفحشوا في الفلسطينيين ذبحا وتنكيلا وانتقاما لم يضع حدا لفضائعه إلا هزيمة الفرس أمام جيش هرق للروم يعني نهاية القوس وهذه طبعا يشار إليها من ضمن الحروب الكبيرة التي وقعت بين الفرس والروم وأشار لها القرآن الكريم في صورة الروم عندما تنبأ قبل بضع سنين بهزيمة الفرس وهم يومها كانوا هم المنتصرين فبالتالي هذا موجود في صورة الروم الصورة اسمها أصلا الروم ولم تكن تلك أول مرة ولا آخر مرة يدعى فيها سيد البيت الأبيض إلى اعتلاء عرش كسرع يصبح هو بديل كسرع وتنفيذ خطة الله لشعبه فمن إسقاطات العبرانيين الإنجليز في أرض كنعان الجديدة إلى تنويرات جوزيف بريسلي ومن منامات الدولة اليهودية بين قوسين التوحيدية التي حلم بها الرئيس الأمريكي جون أدامس إلى خطة جورج واشنطن لتوطين اليهود في فلسطين كانت فكرة إسرائيل تسكن الثقافة الأمريكية وتشكل النواة الصلبة لفكرة أمريكا يعني معناها يا أخوانا المستمعين والمطلعين النظرية هنا التي يطرحها الأستاذ مونير العكش يقول إن فكرة الكيان الصهيوني هي أصلا ما بنيت عليه أمريكا وهم أصلا كانوا قادمين إلا هذه القارة ليفتتحوا كنعان كما يقول الجديدة فبالتالي كانت فكرة إسرائيل تسكن الثقافة الأمريكية وتشكل النواة الصلبة لفكرة أمريكا يعني معناها إن الآن لما أخوانا لما يقولون والله اللوبي الصهيوني أو غير اللوبي الصهيوني هؤلاء يعني كأنهم يصارعون طواحين الهواء لأن الآن هذه الطرح الموجود في هذا الكتاب يقول لنا لا أن الثقافة الأمريكية هذا أصلها يعني مهما حاولت ومهما فعلت سواء عملت لوبي أو لم تعمل سواء دخلت إلى البيت الأبيض أو لم تدخل هذه الفكرة هي موجودة يعني بصلب صلب مسألة أمريكا أو الفكرة الأمريكية فبالتالي ماذا نحن فاعلون أيها القوم ما هو الحل هنا يجب أن تبني طريقة يعني أسلوبك في إدارة هذه الأزمة وليس أن تفكر أفكار يعني قد تكون غير واقعية كأن تقول أن الشعب الأمريكي شعب محترم وشعب يدعو إلى الحريات نعم كل ذلك لكن فكرة الكيان الصهيوني أو فكرة زراعة إسرائيل هي فكرة أساسية ضمن أمريكا كما يقول الكتاب أنا الآن لا أتبنى وجهتنا لكن أقول أن هذه النظرية نطرحها أمامكم أن فكرة النواصل وهل ذلك وهل ذلك يشكل يعني يعني تغيير في مسألة الوعي العربي نحو النظر إلى أمريكا والنظر إلى علاقتها مع الكيان الصهيوني لأن كثير من الناس يتخبطون في هذه المسألة لا يعلمون كيف هي يعني ما هي ما هي يعني طبيعة الألاقة بالضبط بينهما ويعني يعني أحيانا نحن نرى أن يعني يعني ولمؤاخذة بهذا التعبير أن من الذي يركب الآخر يعني من الذي يقود الآخر هل أمريكا تقود إسرائيل ولا إسرائيل تقود أمريكا يبدو أن الاثنين معا يبدو أن الاثنين معا إذا جاز إذا جاز هذا يعني التوصيف فبالتالي يعني أنت كأنك تصارع طواحين الهوى حين تتأمل أن أمريكا ممكن أن تكون وسيط نزيف في مسألة عملية ما يسمى سلام أو استسلام استسلام مشرف نوعا ما للعرب يعني يعني تقول لأمريكا أديري هذا الاستسلام أو السلام فبالتالي مستحيل يعني لأن أمريكا هي أصلا لا تريد لابنها هذا أن يعني يتنازل عن أي شيء ويبدو أن الأمريكان يقولون شيئا يعني في الإعلام لكنهم عندما يتكلمون مع الصهاين يقولون لا تتنازلون عن أي شيء يشجعونهم على ولا ما هو سر هذا السلوك الصيوني المتعنت ما الذي يدعم ظهرهم من الخلف يعني علينا أن نفكر جوية بتفكير واقع يعني كيف نفهم الأمور وكيف نفهم السياق ما يجري فيكمل يقول طبعا كانت كل الحماسات المبكرة لفكرة إسرائيل تجري سيفها في خناق الهنود هما الآن كما نقول باللغة الخليجية قطوا حرتهم بالهنود يعني رموا يعني ما وجدوا أحد قدامهم يفشون غلهم فيه إلا الأخوة والهنود الحمر والمساكين في خناق الهنود يكمل لأنها كانت حماسات تعويضية مستوعبة في فكرة أمريكا نفسها يعني التعويض مين؟ في الهنود يعني يفشوا غلهم بالمساكين دول يعني المثل المصري يقول ما درش الحمار ادر على البردع يوم هل إن كان الوصول إلى فلسطين صعب نظرا لوجود دولة قوية تحميها أو يعني دولهم متحالفين معها أمريكا كانت على علاقات جيدة بالدولة الأثمانية فلا تستطيع أن تعمل شيئا في هذا الصدسوة هذه الخطط التي كانوا يبيتونها في الأدراج فيقول لأنها كانت حماسات تعويضية مستوعبة في أمريكا في فكرة أمريكا نفسها خاصة وأن بين قوزين الرجل المريض لم يكن مريضا بل كان قويا ساهرا على نهر الوقت يغلق على نهاية التاريخ صندوق اليوتوبيا ولا يسمح لأحفاد قلب الأسد بأكثر من التضحية الرمزية بديك تركي في عيد الشكر طبعا الأخوة الأتراك يعني زين يبدوا يعرضون اسم هذا تركي يعني يرون فيه إساءة أو إزدراء المهم أن يقول هو لم يكن مريضي يعني الرجل المريض اللي هو الدولة العثمانية كان صاحي يعني ولم يكن يقبل بهذا الشيء لكن المصيب أن حصل يعني حصل مستوطنات وهذه اللي كان لها يعني منذ البدايات يعني تسرب رغما عن يعني رفض الدولة العثمانية يعني السلطان عبد الحميد رفض أن يسلم شرعيا أو رسميا أراضي حتى لكن المستوطنات ما زالت يبدو أن الدولة كانت فعلا أضعف مما يتصور كثير بالناس بحيث أن تقول شيئا ولكن الذي شيء يجري بالواقع ولا كيف بدأت لكن هي عموما كانت قليلة هذه المستوطنات اليهودية يعني بالآلاف لا يعدون بكل وجود اليهود في فلسطين يعني في أواخر القرن التاسع عشر وبداياته يعني من قبل الحرب العالمية الأولى لأن الحرب العالمية الأولى هي التي فتحت الكارثة الحرب العالمية الأولى هي التي جاءت بالطامة وأصبحت السياسات العامة في المنطقة يعني فلسطين لم تكن بأيدي العرب والمسلمين لا بأيدي غيرهم بأيدي بريطانيا وبريطانيا كما نقرأ في هذا الكتاب هذا حالها يعني هي صهيونية أكثر من الصهاينة فهم صهاينة الروح وليس صهاينة اللحم والدم يقول هكذا اختنقت أحلام كثيرة في قمقمها أولها مشروع الراهب القيامي جورج بوش جورج بوش هذا من سنة 1796 إلى 1859 ولا نعلم أي جد هو للرئيس الصديق جورج بوش لا نعلم أنت يا أذنير العكش أي صديق تقصد فيهم جورج بوش اللي سنة 90 صاحب الحرب أم هو زين جورج بوش سنة 2001 صاحب كارذة 2001 المهم يقول هذا جورج بوش القديم هذا الجد يعني أولها في هذا المشروع يعني هذا كان أول عمل المشروع ويقول وقد فصله في كتابه واد الرؤية أو انبعاث إسرائيل the valley of vision or the dry bones of إسرائيل revived انبعاثه شنو؟ انبعاثه عظام إسرائيل وكان قد هيأ لمشروع إحياء إسرائيل بكتاب عن سيرة النبي محمد نشره في عام 1930 يبدو أن خطأ هنا أو خطأ مطبعي لأن الرجل مات سنة 1859 يبدو أن المقصود 1830 هذا ما أربكني نوعا ما لعندما كتبت مقالة ويبدو أنني اختطأت قلت ممكن لأن بناء على هذا الخطأ أن 1930 لا هو يبدو أو أن كتبوا عنه آخر خلنا نشوف بكتاب عن سيرة النبي محمد نشره لأنه يقول نشره اللي هو جورج بوش يقول في عام 1930 هو كما يقول عنه هيلتون أوبزينجر أوبنزينجر أوبنزينجر في مقالة له عن حرب الخليج يعني نشرت في مجلة جسور العدد الأول في 1993 يقول عنه أنه كراسة نموذجية في عداء المسلمين وشتم نبي الإسلام حاولت استعراض سلسلة الحماقات التي ارتكبها سائق جمال من جزيرة العرب يقصد الرسول أساسنا وكأن الراهب جورج بوش ما زال يكتب إلى الآن يعني الكتاب بالمناسبة وجدته يا أخوانا عندي موجود وفعلا كتاب يعني يعني كتاب صفيق زين يعني يحاول أن يأخذ بالشكل الأكاديمي لكنه ينزح بالحقد ويعني أنت مو مشكلة ترفض الإسلام وترفض دعوة النبي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لكن لا تكون هكذا يعني وما أدراك يعني عن عن تفاصيل نبي وعن حياته المهم فبالتالي الرجل واضح أن هذا الراهب هو راهب كان يدرس أعتقد اللي هو جورج بوش الجد هذا وليس جورج بوش اللي كان في التسعينات أو جورج بوش أبو 2001 أبو صاحب كارثة نيويورك فيقول وثانيها يعني وثانيها هذا كان المشروع الأول وثانيها مشروع ديفيد أوستن الذي دعا إلى بناء سفن في نيو هيفن لمساعدة يهود العالم على العودة أو إلى العودة إلى بلاد أجدادهم وتجشين الفصل الأول من دراما القيامة يستعجلون القيامة يستعجلون التدبير الإلهي كما يقول المؤلف ثم كذلك مشروع آخر اللي هو مشروع ووردر كريسون ووردر كريسون الذي تهوت ومضى إلى فلسطين في خمسينيات القرن التاسع عشر ليبني مستوطنة زراعية في ضواح القدس وغير ذلك من مشروعات خيالية لاهوتية تجد تفاصيلها في التاريخ المبكر للصهيونية في أمريكا هذا كتاب جماعة مرجعية يا ريت إذا لم يكن مترجما نترجمه Early History of Zionism in America Early History يعني بدايات التاريخ الصهيوني أو إذا أعدت الترجمة بدايات التاريخ الصهيوني في أمريكا لمؤلفه إزيدور ماير إزيدور ماير أما مشروع بلاكستون بلاكستون فيلسوف الصهيونية اللاسامية فمختلف إنه معقول عملي سياسي سهل التنفيذ يدخل على الرجل المريض من باب الصداقة لينتزع منه ما عجزت عنه الجيوش فلطالما وجد الأصدقاء في وحل هذه المجاهل المستنقعية سمكا أعمى في تلك الجلسة التي تولى فيها وزير الخارجية وصديقه بلاكستون شرح يعني شرح رسالة يعني عاد بنا إلى الجلسة إلى الجلسة التي كان فيها الوزير بلايتون هذا مع بلاكستون مع الرئيس الأمريكي شرح فيها رسالة فلسطين لليهود للرئيس هاريسون يعني هذه الرسالة دشنت أمريكا الرسمية أولى استراتيجيتها استراتيجيتها الجيو قيامية على المستوى الدولي لأننا نلاحظ يا أخواننا القراءة والمستمعين أن أمريكا كانت يتنازعها يعني جانبان الجانب الأول اللي هو جانب يعني يفضل التقوقع ولا يريد الخروج إلى خارج المنطقة خارج أمريكا والجانب الثاني هو الجانب الإمبريالي الذي يقول لا يجب أن أمريكا تخرج حتى يعني يعني تقوم مثلا يعني حجتهم تقوم برسالتها أو أو تحمي نفسها على الأقل فبالتالي أمريكا يعني كان يتنازع هذه المسألتين الآن هذه الرسالة دشنت أولى استراتيجيتها كما يقول المؤلف الجيو قيامية على المستوى الدولي كانت الرسالة تحمل توقيع أربعمائة وثلاثة عشر شخصية سياسية ومالية ودينية ورسمية أربعمائة وثلاثة عشر يعني نتكلم عن نخبة النخبة عموم النخبة في أمريكا منهم رئيسان لاحقا للولايات المتحدة وعدد كبير من رجال الكونغرس في مقدمتهم رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ هذا كلام هذا كلام 1891 إضافة إلى حكام الولايات إلى حكام الولايات وعمد كبار المدن ميورز ورؤساء تحرير أكبر 93 صحيفة ومجلة وبعض الكتاب لكن لم يكن بينهم سوى 30 يهوديا هامشيا فقد رفضها معظم زعماء اليهود هذه الرسالة أو هذه الأطروح بالتالي أنت أمام النخبة الأمريكية كاملة تريد هذا الأمر ألا هو إن شاء الكيان الصيوني مبكرا وتحت يعني تحت يعني نظرية عنزة ولو طارت مرة أخرى لأن اليهود يرفضونها ولكنهم يريدون أن يكون اليهود موجودين هناك يعني يعني بالعافية كما يقول الأخوة المصري لأن المسألة عندهم لا مسألة يعني هوية خاصة بهم هي هذه الهوية الهوية الصيونية فيقول كانت الرسالة التي تؤكد على اقتباس الحاجة إلى تأمين وطن لهؤلاء الملايين المشردين من بني إسرائيل نهاية الاقتباس هذه كانت يعني كانت هذه الرسالة تؤكد يعني تتويجا تأتي تتويجا سياسيا عمليا لتعويذة أسطورية ظلت تسحر الوعي الإنجليزي البروتستانتي الأبيض منذ العهد الاستعماري الأول يعني الآن هذه الحمى انتقلت من الإنجليز الإنجليز وراحت إلى مين إلى الأمريكان لكن نحن نتكلم على الواسب يعني الواسب أو الزنابير هم نفسهم الأمريكان طبعا يعني هو نحن نتكلم عن شيء واحد سواء كانوا في الإنجليز أو في الأمريكان لم يختلف إلا الإسم فقط بين إنجليزي وأمريكاني منذ العهد الاستعماري الأول وكانت في رأيي ياكوف أرييل ياكوف أرييل في كتابه نيابة عن إسرائيل On behalf of Israel لا تختلف عن خطة هيرتزل فكلاهما وضع خطة مفصلة لتجميع اليهود في فلسطين وكلاهما لم يعبأ بأن في فلسطين شعبا غير يهودي يعني مو مهم سواء كان فيه إنها مرآة للصهيونية غير اليهودية التي ما تزال إلى الآن تجسد النواة الصلبة لفكرة أمريكا وتشكل هي للوب اليهودي تشكل أقوى وأكبر وأخطر قوة الضغط أصولية متطرفة تفرض على السياسة الأمريكية وبرامج الحزبين الحاكمين أن تضع أو يعني تفرض أن تضع دولة نهاية التاريخ فوق القيم والقوانين ومبادئ الأخلاق والعدل وقدسية ثروة الأمم يعني نحن الآن أمام مرة أخرى يعني هذه الفكرة هي نواصل يعني إذا حفرنا عميق لنبحث ما هي فكرة أمريكا سنجد هذا الشيء هو من الأمور الأساسية وهي تكوين الكيان الصهيوني ويجب أن يكتم ذلك شاء من شاء وأبى من أبى من كل العالم لأن فكرة فكرة ترتبط بمسألة نهاية التاريخ عندهم نهاية التاريخ يجب أن يحسمونهم وهم الذين خلاص بما أن القوة عندهم فهم يستطيعون أن يعني 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 يصيغوا نهاية التاريخ كما يشاءون أو كما تشاء أهواءهم فيكمل ويقول ومع أن نص رسالة فلسطين لليهود سياسي ومستمد من إنسانيات أواخر القرن التاسع عشر ومن شعارات المذهب العقلاني والمذهب التقدمي بروغريسيف ويعني في هذا فإنه كان مستوحى من تراث بلاكستون القيامي الذي جسده في كتابه الأسطوري الشعبي المسيح آت جيسوس كما أنه مستوحى من نظرته العبرانية للكتاب المقدس وعلاقته بفكرة أمريكا كان بلاكستون يعتقد بأن الكتاب المقدس ذو مضمون سياسي قبل أي شيء آخر وأن الله رئيس كل الحكومات ومملكته هي الأسماء وهي فكرة فصلها كانت من قبله حين لم يجد في العهد القديم إلا برنامجا سياسيا أرضيا لا ينطبق عليه معنى الدين فالدين لا يقوم إلا على الأخلاق وهذا ما لا يتوفر في رأي كانت عند يهوة نفسه يعني هذه مسألة شوية قد تكون معقدة إيمانويل كانت يجب أن يدرس من هذه الناحية إذا كان هو شاف فيها برنامج سياسي فعلا اللي هو العهد القديم هو رأى وفاة وأوله كالعادة نحن الآن أمام تأويلات متعددة ومتباينة كلهم يؤول على حسب رؤاه وهي رؤى أنه هو الأخلاق مفهوم الأخلاق عند كانت مفهوم لا خاص يعني مفهوم يعني يختلف عن ما نعتقده نحن أخلاق يعني moralities ويقول وهذا ما لا يتوفر في رأي كانت عند يهوة نفسه المهم يعني هذا مسألة محتاجة إلى دراسة وهي معقدة نوعا لأن كانت هو أصلا دراساته معقدة جدا في هذا الإطار لكن يكمل فيقول ترجم كتاب بلاكستون إلى ستة وثلاثين لغة ولا أعتقد أن اللغة العربية من بينها وطبعت يعني لا أعلم أقول ربما يكون ترجم لكن لا أعتقد وطبعت منهم ملايين النسخ ودخل معظم بيوت شعب الله الإنجليزي على طرفي المحيط وكان أفيون الصهيونية اللاسامية في أمريكا لأكثر من نصف قرن لقد أكد فيه بلاكستون بألف طريقة وطريقة على ضرورة تعجيل بن قوسين خطة الله بتوطين شعب الله في مملكته القديمة فتلك خطوة أساسية لدخول اليهود في عهد جديد مع المسيح يتمكنون به من كامل تراب أرض المعاد وتلك هي خطوة أهم لاستحضار القيامة يريدون استحضار القيامة الجماعة وطي كتاب تاريخ الإنسانية بن قوسين لأن إسرائيل اقتباس تقويم الله وساعته الزوالية نهاية الاختباس يقول لك يعني لن تعرف القيامة إلا بوجود إسرائيل إلا هو بوجود الكيامة الصيونية التي تعرف بها الإنسانية تعرف بها الإنسانية منزلتها ومسيرتها التاريخية الإنسانية كلها ولأن اليهود برغم رفضهم للمسيح هم الذين يصنعون التاريخ الذي يريده الله للبشرية يعني هو يعني ترجم هذا الكلام ونقل النص حرفا يقول if we want to know our place in chronology our position in the march of events look at Israel Jews despite their rejection of Jesus are God's actors in history الله أكبر يعني الممثلين الذين يمثلون إرادة الله أو إرادة الرب في التاريخ هم مين هم اليهود يعني رغم أنهم يعني رفضوا المسيح رغم ذلك يعني نقول يعني تفضل هذا حتى أخوة المسيحين في يعني في بلدان العربية تفضل يعني شوفوا النظرة العجيبة لهذه المسألة وفعلا يقول فبعد سنوات قليلة مضت على تلك الجلسة الجيو قيامية في البيت الأبيض ركع الرئيس مكنلي أو مكنلي المعذرة مكنلي وهو ممن وقعوا رسالة بلاكستون يعني هو الرئيس هذا لاحق لأننا نتكلم أننا قال فيه رئيسين لاحقين زين وصلى لله شكرا على احتلال الفلبين الآن انتقلوا الآن خلصوا من هنود الحمر وراحوا للفلبين لأن هؤلاء أيضا كان عنيين يجب إبادتهم فيقول فدائما كان عنيين موجودين يتراؤون أمامهم يعني فهذا الاحتلال ليس إلا عقابا إلهيا للأسبان الذين طردوا اليهود من أسبانيا في عام 1492 يعني هو الآن يقول لا شيء مضحك لأنه الآن دائما يعني الأمريكان يعملون الشيء وبعدا يصبغونه صبغة دينية حسب رؤاهم إن والله هذا عقاب للأسبان لا هم مسألة صراع على الأرض هذه اللي هي في أمريكا وطرد للأسبان الذين كانوا يحتلون الجنوب الجنوب الشرقي لأمريكا مثلا ولاية فلوريدا إلى فطردوهم شر طردة وطردوهم نحو الفلبين يعني كانت الحرب هناك 1898 تقريبا إذا لم أكن مخطئا واستمرت إلى 1900 في الفلبين وكان طبعا منه الضحية الضحية الشعب الفلبيني يجب أن يحتل ويجب أن يعني يعاقب لأنه كان عنيا فهذه المركزية يقول اليهودية في خطاب بلاكستون ليست أكثر من استعارات لمركزية اليهود بالروح بين قوسين اللي هم الجماعة أو للعبرانية الإنجليزية عبرانيين الإنجليز يعتبرون نفسهم التي تزعم أن البيض أي الإنجليز البروتستانت على طرفي المحيط هم الشعب المختار حينا والقبائل اليهودية الضائعة حينا وأن التفوق المطلق لن يتحقق إلا إذا حكم هؤلاء القديسون مملكة الله في إسرائيل بعد أن يدخل اليهود في دين بلاكستون أفواجا أفواجا يعني هنا تكلمنا عن أن هما الإنجليز في الفصول السابقة يرجع لها الأخ القارئ الكريم أو المستمع بأن الإنجليز أتاهم يعني مس من الشيطان يعني عم عم البلاد ويقول أن نحن القبائل اليهودية الضائعة ولا نود أن نعيد هذه المسألة أننا ذكرناها العودة لها في الفصول والحلقات السابقة من هذه القراءة فيكمل يقول لهذا كان يعني بين قوسين أو اقتباس لهذا كان اقتباس تجميع اليهود في فلسطين وهو ليس غاية بذاته يعني يعني هذا صحيح تجميع اليهود في فلسطين ليس غاية بذاته بل هو يعني لأجل شيء معين ينتشر هذا الوجود أو هذا التجميع ينتشر في أوراق الكتاب المقدس كما ينتشر الخيط الأحمر في العالم الإنجليزي ويرى نهاية الاقتباس ويرى الشاعر الأديب هيلتون أوبنزينجر في دراسة له عن بلاكستون بعنوان في ظل ساعة الله الزوالية اللي هي أمر الثاني In the shadow of God's sun dial نشرها في سهر سهر مجلة سهر المجلد خمسة العدد واحد يقول أن هذا السرد يتماشى مع التجربة الاستعمارية الأمريكية بين قوسين فكرة أمريكا فهو يتعامل مع فلسطين الصحراء الجرداء ومع شعب فلسطيني ليس له وجود فالعرب ومعهم مسيحيو البلاد المقدسة أيضا ليسوا كائنات على الحقيقة أما ملكية فلسطين فليست مسجلة في سجلات محمد بل في مئات الملايين من نسخ الكتاب المقدس المترجمة إلى ثلاثمائة لغة من لغات الأرض نهاية الاقتباس لم يكن عسيرا على بلاكستون أن يصوغ أفكاره القيامية للرئيس هاريسون بلغة سياسية سمحت له في طبعة 1908 من كتابه بعد بن قوسين بعد إعلان الحركة الصهيونية أن يصف الصهيونية بأنها اقتباس ايديولوجية مملكة الله السامية نهاية الاقتباس وأن يشن حملة على اليهود الذين رفضوها ويتهمهم بأنهم اقتباس يعادون تدفير الله وخطته وإرادته العلية نهاية الاقتباس يعني هو الآن يتهم اليهود بأنهم هكذا فقد عانى قبل ذلك من تجربة مر مع الزعماء اليهود الذين رفضوا حماسته القيامية جملة وتفصيلا واعتبروها خطرا عليهم لأنه بالنهاية يا أخواننا الكرام المستمعين أن اليهود يؤمنون بعقيدة الشتات أو ما يسمى دياسبورا دياسبورا هذه عقيدة موجودة في أصبحت في صميم في صميم يعني دين اليهودي الذي خلاص يعني تطور إلى هذه المسألة خاصة بعد يعني طرد الرومان لهم طردا نهائيا من فلسطين ولا نعلم في الحقيقة لما طردوا من يعني قبل ثلاثمائة سنة من الإسلام لما طردوا من يعني من فلسطين هل كانوا بشكل كامل لم يجد لهم أو كانوا وجدوا يعني يعني في أعداد ضئيلة مثلا لا أعلم الله هذا يحتاج إلى دراسة أخرى ويكمل ويقول هذا ما جعله يسلخ جلده القيامي ويزين لغته بنجوم جنرالات الاستعمار يعني لما فشل مع زعماء اليهود بلاكستون قال لا قال نخليها يعني 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 موسالفة أن مسألة القيامة لأنهم اليهود خافوا من هذا الشيء يعني زعماء اليهود قالوا لا هذه مسألة مسألة أنت واضحة تبعوا أنت تقتلون أنا وتذبحون أنا واضحة للعيان بسبب القيامة فهو المجروع كان غامض بالنسبة لهم يعني عموما يعني ينطوي على خطورة ثم ينطوي على أن عضل اليد التي امتدت لهم بالإحسان لهم والمسلمين والعرق لكن فكانوا يرفضون هذا الشيء لكن هناك من كان يدفعهم دفعا ويراودهم عن نفسهم فيقول وكان بلاكستون قد زار فلسطين في عام 1888 ليدرس فرص استعمارها على الطبيعة وتكرار التجربة الأمريكية مع الهنود فيها وهناك من القدس استلهم بلاكستون فكرة أمريكا فأطلق شعاره الشهير أرض بدون شعب لشعب بدون أرض يعني بلاكستون هذا الدجال هو من قال هذه الكلمة طبعا قيل وقد سمعت أو قرأت الحقيقة أن يعني شخص آخر أديب قال بهذا الأمر اللي هو توين مارك توين قيل أنه قال كذلك بنفس يعني بنفس المعنى أرض وجدت أرضا بدون شعب لشعب بدون أرض لأن مارك توين أيضا قام بهذه الرحلة أيضا إلى فلسطين ولا أعلم هل هو صاحبه في هذه الرحلة 1880 لأنها كانت مجموعة من السياسيين والمفكرين والمثقفين يعني في هذه الرحلة ربما كان كان معه يعني هذا يحتاج أيضا إلى دراسة مارك توين نعم هو صاحب صاحب القصص الشهيرة والرواية الشهيرة منها اللي هي مغامرات هاكل بري فين هو صاحب أيضا قصص كثيرة أخرى يعني هذه أشهرها هاكل بري فين أذكر أن أنا درستها في الجامعة وقال يكمل وقال كما يذكر ياكوب أرييل يقول اقتباس إن حفنة العرب إن حفنة العرب الذين يسكنون فلسطين الآن لن يكونوا عقبة في وجه تجميعنا يهود العالم في بلادهم القديمة نهاية الاقتباس يعني هؤلاء الأوغاد راحوا إلى فلسطين هكذا وزاروها على وجه سرعة عرف كيف وخلاص قرروا أنهم العرب ليسوا إلا يعني شراغ قليلة ممكن يعني يعني يتخلصوا منها يعني لن يكونوا عقبة وهذا جنون يعني لأن كان في ظروف معينة قد تتباين في تلك الفترة يعني نتكلم عن القرن التاسع عشر في أواخر القرن التاسع عشر هل حصلت مجاعات هل حصلت مشاكل هل حصلت كذا تؤدي بالناس إلى أن يذهبون ويروح لكن هذه منطقتهم يعني يذهبون ويأتون لكن هذه منطقتهم هذه بلادهم منذ قديم الأزل وهم يعني عموما ما يزالون لكن هذا الأحمق لا يفهم مثل هذا التاريخ وهذا السياق ويكمل وفيها عبر يعني بلاكستون عن تفاؤله بنهاية التاريخ التي رأاها بأم عينيه في المستعمرات الصهيونية الجديدة وفي احتضار الرجل المريض يعني هو الحين خلاص فسرها أن هذه هي نهاية التاريخ هذه علامات مهمة من نهاية التاريخ الرجل المريض طيب عنده العثمانية وعند عودته نظم مؤتمرا عن ماضي اسرائيل وحاضرها ومستقبلها هو المؤتمر هذا عنوانه دعا إليه عددا من زعماء اليهود بينهم الحاخام الأكبر الدكتور إيميل هيرش أستاذ الدراسات اليهودية في جامعة شيكاغو والدكتور بيرنهارد فيلنستال فيلنستال أحد مؤسسي الحركة الصهيونية في شيكاغو يعني قبل هيرسل وفيما كانت حماسة يهود الروحة لهم الأمريكان لدولة نهاية التاريخ شديدة واثقة من قدرتنا على اقتباس إعادة يهود اللحم والدم إلى أرض أبائهم وأجدادهم نهاية الاقتباس كما عبر جي أم كالدويل أحد أبرز الشخصيات الأمريكية المشاركة كانت المفاجأة أن يعني يهود اللحم والدم بين قوزين لم يستجيبوا لأفكار يهود الروح بين قوزين بل عرضوها ورفضوا والكلام لأرييل فكرة العودة إلى فلسطين جملة وتفصيلا من جمعية أبناء العهد بيني بيريث إلى غالبية الصحف اليهودية الناطقة باسم مختلف تجمعات اليهود الأمريكيين ويروي صحفي إنجيلي معاصر هو جورج ماغون مراسل صحيفة أور دي كيف غضب كبير الحاخامين من تفسيرات بلاكستون للنبوات وقال اقتباس هذا الاقتباس طويل يقول ليس هناك يهودي واحد فسر النبوآت بأنها تعني ضرورة تجميع اليهود في بلاد آبائهم وليس هناك يهودي واحد توقع مملكة أرضية عاصمتها القدس إننا يهود هذا العصر لا نرغب في أن نعاد إلى فلسطين فلقد تخلينا عن كل أمل في مجيء ميسيا سياسي يعني اللي هو ميسيا نبيهم أو المشيح كما قلنا ونحن نقول يكمل ونحن نقول الآن إن البلد الذي نعيش فيه هو فلسطيننا أي أمريكا وإن المدينة التي نسكنها هي أورشليمنا وإننا لن نعود أبدا لتأسيس كيان قومي خاص ولا نقبل بأن يسقطوا علينا يسقطوا علينا غيرنا ما يريدونه هم أنفسهم لنا يعني هو يقول لهم بعبارة أخرى نحن نسنا يعني العوبة بأيديكم يعني نحن لنا فكرنا ولنا كذا ديننا لكن واضح أن ارتدوا عن هذا عن هذا الاستقلال الفكري وكان بلاكستون قد أثار قلق اليهود حين وصفهم بأنهم مجرد مقيمين مير سوجورنرس في الولايات المتحدة ثم تجلت المعارضة اليهودية للمشروع الصهيوني الأمريكي في افتتاحية كتبتها صحيفة نيويورك صن قالت كما ذكر مارنين فينستاين في الصهيونية يعني في كتابه الصهيونية الأمريكية من 1884 إلى 1904 The American Zionism قال فيها إن غالبية اليهود يرفضون إعادتهم إلى فلسطين اللي هو بالتصدير قلناه وإن على الولايات المتحدة ألا تحشر أنفها فيما لا يعنيها فاقتراح فصل اليهود وعزلهم وتكديسهم في فلسطين مشابه لذلك المشروع القديم الذي يقترح ترحيل الزنوج إلى أفريقيا وهذا ما يعرفه اليهود جيدا يعني أنتم تلعبون فينا نفس ما تلعبون في الزنوج الأخوة السود إن هذه المشاعر المتلبسة بتعابير الخير والإحسان ليست في النهاية إلا مظهرا من مظاهر اللاسامية ولن يسعد بها إلا العصبة الألمانية لمعادات السامية أما اليهود فإنهم لا يؤيدون هذه الفكرة ولا يؤيدون فكرة الصهيونية نفسها فهم بألف خير حيث يعيشون وإن لديهم من الحس العملي ما يمنعهم من التضحية بما ينعمون به الآن لمجرد أن يحتلوا بلدا انتهى الاقتباس فبالتالي هو الآن يضع يعني رفض واضح وصريح لهذه الفكرة الصهيونية وأن اليهود ضد الصهيونية إطلاقا وهو كأنه يقول نحن لا نعلم من أين جئتم هذه الفكرة التي لم نقف عليها ولم نقولها ولم نستشفها من العهد القديم إطلاقا لكن الجماعة لديهم فكرة أخرى الجماعة الزنابير أو الأمريكان لديهم فكرة أخرى وستراتيجية أخرى يقول ووقفت حركة الإصلاح اليهودية وصحافتها في وجه المشروع بقوة حتى الصحافة الصحافة اليهودية وحين كشف ليون زولوتكوف ليون زولوتكوف رئيس تحرير صحيفته من ناطقة باليديش أو اليديشية عن الطبيعة الإرسالية التبشيرية لبلاكستون ومعظم الشخصيات الأمريكية التي وقعت على رسالة فلسطين لليهود وعن معاداتهم للسامية وقف معظم يهود أمريكا ضد المشروع باستثناء منظمة ما يعرف بعشاق صهيون هو فيف زايون البراقماتية التي مدحت الرسالة وانتقدت بعدها التبشير المعادي للسامية يعني مدحت الرسالة لكنها قالت أن فيها بعد معادي للسامية وكان مما قاله زعيمها وولف شور رئيس تحرير صحيفة ها بيسكا عرفنا الآن ها بيسكا التصدير اللي قلناه ها بيسكا واضحنا باليديشية يقول هذا الرجل اللي هو وولف شور شور يقول اقتباس دع هؤلاء المسيحيين يفعلوا ما يستطيعون لمساعدتنا على استيطان فلسطين أما مسألة إيماننا فلنترك حلها إلى حين عودة الأوليغا لا أعلم ما هي الأوليغا لكن وعندها يكمل وعندها يعني سيرون ما إذا كان حلمهم سيتحقق أم لا يعني الرجل البراغماتي يقول خلنا نشوف خلهم يعملون ما يعملون هؤلاء المسيحيين وخلنا نشوف هل نرجع فعلا إلى فلسطين خاصة أننا نحن مو دافعين شيء من جيبنا هم كل الجهد هذي والدعاوي والبلاوي عليهم هم على الأمريكان وخلنا نشوف فبالتالي يعني يعني بعد واضح النبراغماتي ويكمل ويقول وهذا ما صار يجسد موقف اليهود من كل المتحمسين اللي تجميعهم في فلسطين بهدف تعميدهم في آخر الزمان كما يقول ياكوف أرييل يعني معناها أنه كان وقفهم متشكك رغم أنهما شيء جميل يعني يساعدوننا على العودة إلى البعض القلة من اليهود لكن معظمهم كما قلنا هم رافضين للفكرة أما صحيفة حركة لإصلاح يعني حركة الإصلاح The Jewish Messenger يعني هكذا عنوانها فكتبت في تاهية الثالث عشر من آذار مارس من عام 1891 ما يلي اقتباس إننا لسنا شعبا على الإطلاق بل نحن جماعة دينية وإننا نحب أن نذكر السيد أن نذكر السيد بلاكستون بأن اليهود أقلعوا عن الحلم بفلسطين لحسن الحظ أو لسوءه ونظن أنه لحسن الحظ إن ديانة إشعية تحتاج إلى متسع أكبر من الأرض تحتاج إلى عالم أرحب من ذلك الشريط الضيق من الأرض ثم أن هذه الدولة التي يقترحونها لنا ستؤجج مشاعر العداء للسامية وتثير الشكوك في مواطنية اليهود وفعلا هذا اللي موجود العداء للسامية يا أخواننا في أمريكا يتلظى من تحت الرماد يعني هناك مشاعر عند الشعب الأمريكي بسبب هذه الرعاية من السلطة الأمريكية لكن العداء للسامية كبير جدا عندهم وأنا لمست هذا الشيء واستغربت أن حقدهم على اليهود أكبر من ما نكنه لليهود نحن العرب والمسلمين فشيء سيؤدي إلى كارثة وهؤلاء راحين بستين دهية يعني مع مرور الزمن بلا شك لأن كما استشرف هؤلاء المفكرين اليهود الأوائل بأن سنكون في كارثة من جراء هذا السلوك هو فعلا ما سيقع لاحقا لكن كيف ومتى الله أعلم فيقول لكن بلاكستن ومعه معظم الذين وقعوا على رسالة فلسطين لليهود لم يحفل بهذا الصد اليهودي بل أعلن عن عزمه على أحياء إسرائيل أراد يهود اللحم والدم أم لم يريدوا قصب عليهم كما ذكر فنستين لهذا بدأت نزعته القيامية تتوجه إلى القوى الاستعمارية الكبرى فتحك جربها وتضع مشروع إحياء إسرائيل في إطار حركة إنسانية مفيدة للأمم الأوروبية اقتصاديا واستراتيجيا ومتماشية مع القانون الطبيعي القانون الطبيعي اللي هو صرعة القرن يعني الموضة فيقول اقتباز إن أعطاء هذا البلد الاستراتيجي أي فلسطين للشعب اليهودي الحيوي في ظل حماية دولية سيرضي طموحات كل الدول الكبرى فهذه الدولة التي لن تعيش إلا بالحماية الدولية ستؤمن مصالح ومطامح كل الدول الكبرى في تلك المنطقة كيف؟ ولطالما كانت فلسطين بلاد خير وعطاء وها هي أمطارها تزيد في هذه الأيام يعني أنا ما أعلم يعني فلسطين ستعطي الخير للدول الاستعمارية يعني هذا كلام يعني فلسطين أوكي يعني لكن هي بقعة منطقة صغيرة لا هم يريدونها لهذا الفكر الأيديولوجي وليس يقول وها هي أمطارها تزيد في هذه الأيام يعني كلام غير منطقي وهناك دلائل على أن الأرض تستعيد خصبها القديم إن إعادتها إلى ذلك المجد التاريخي الغابر ليس مستحيلا بل يمكن التخطيط له في مؤتمر دولي تعقده الدول الكبرى هو الآن يحرض الدول الكبرى خصوصا المستعمر لأن أمريكا يوم كانت منكفة على ذاتها ليس لها مستعمرات وليس لها التمدد خارجي إطلاقا لكن بريطانيا وفرنسا بلى فتعقده الدول الكبرى فيقول ففلسطين مثل رومانيا واليونان ومونتنيجرو وهي جزء من يغوزلافيا السابقة يمكن انتزاعها من الأتراك وإعادتها إلى أصحابها يعني رومانيا كانت ضمن الدول العثمانية واليونان كذلك ومونتنيجرو شوف شلون المقارنة المقارنة متعسفة طبعا إلى أصحابها وعلينا أن نتذكر أن اليهود عاجلا أو آجلا سيؤيدون جهودنا لإعادتهم إلى وطن آبائهم وأجدادهم ومدام معظمهم يعيشون بيننا أي داخل الأولايات المتحدة فإن أحياء إسرائيل يعنينا أكثر مما يعني أي دولة أخرى في العالم لقد آن لأمريكا أن تنقل عقيدة القدر المتجلي التي اكتسحت بها أراضي الهنود وأبادتهم يعني بين قوسين بين معقوفين إلى مسرح العالم نهاية الاقتباس بالتالي في نقطة فاتت فاتني أن أذكر أن الأسلوب التبشيري كما يقول أن بلاكستون يعني ينتهجه والحقيقة أن يعني الإرساليات التبشيرية الأمريكية وصلت عندنا في دول الخليج ونحن يعني يعني على حسب التاريخ أو القراءات التاريخية أن الإرسالية التبشيرية هنا في الكويت مثلا كانت موجودة وكانت تعتمد أسلوب مثلا أسلوب لأنها رأت أنها لا يوجد رعاية صحية جيدة أيام مثلا نقول 1910 أو 1920 ما إلى بالك يعني انتهجت يعني واضعت مستشفى مستشفى واضح أنه كانوا يريدون في التبشير في التبشير بالدين المسيحي لكنها وجدت أن الناس متمسكون يعني بدينهم هنا لكن الفكرة الأساسية يبدو أن الأمريكان لم يكن قصدهم التبشير بمعنى التبشير للديان البروتستانتي بل يريدون تلمس يمكن مدى وجود رفض كامل للفكرة الصهيونية يعني قد يكون هذا أحد الأسس التبشيرية للنهج الذي انتهجه الأمريكان في وجود هذه الإرساليات التبشيرية في مثلا دول خليج أو غيرها مثلا وإنها كانت يومها دول فقيرة يعني كانت دول فقيرة جدا حتى رعاية صحية ما فيها فبالتالي وهذا هم طبعا عملوا أشياء جيدة يعني بهذه الإرسالية مثلا يعني حاولوا يكافحون فيها أمراض كثيرة كانت منتشرة نفس الجدري والحصبة وغيرها وغيرها يعني فهم يعني الإرساليات هذه قد يكون هذا أحد يعني أهدافها الغير معلنة أنه جس النبض بمسألة يعني بمسألة صهيونية لا أعلم هل هذا على وجه الحقيقة وإلا هذا ما يشير له الكتاب لأن هذا بلاكستون هو أحد من ذهبوا لأن الرحلة عام 1888 كانت أيضا تبشيرية كما هو يقول إلى هذه المنطقة إلى فلسطين يقول كان الرئيس ترومان كما يقول عنه الرئيس كلينتون قاسي القلب غير أنه غير أنه بعد نجاح أمريكا في استصدار قرار التقسيم جاءه كبير حخامات إسرائيل ليشكره ويعبر عن عظيم امتنانه فما كان منه في تلك المناسبة التي اعتبرها من أعظم مفاخر أمريكا إلا أن سالت دموعه على خدية مسكي إن فكرة إسرائيل تسكن فكرة أمريكا منذ عهدها الاستعماري الأول كما يقول ويليام مارتن في كتاب ومعنا الله With God On Our Side ويقول وقد تركت بصماتها العبرانية على سياسة كل رؤساء أمريكا من جورج واشنطن إلى جورج بوش واللي وراء طبعا جورج بوش وأوباما أوباما هذا الذي يأتي من أصول إسلامية لكنه تنصر كما يقول وكذلك ترامب وكذلك الآن يعني عبقر زمانه كبير كبير المقام في أمريكا بايدن ويعني يقول وعلى كل مفاصل التاريخ الأمريكي هذه الفكرة متجذرة من مثاق My Flower My Flower عام 1600 عفوا 1620 إلى عقد الحزب الجمهوري مع أمريكا عام 1994 هذا العقد يعني يجب أن يدرس عقد الحزب الجمهوري مع أمريكا في عام 1994 هذا يأتي بعد هزيمته مواضحة في الانتخابات التي يعني يعني هزيمة فيها جورج بوش الأب سنة سنة 93 تقريبا و في التالي عقده ربما هذا العقد ما يسمى عقد عقد مع أمريكا وهذا ما سأستكمله لاحقا عندما سنكتشف أن ما يسمى بالتلمود اليهودي تلمود اليهودي ليس أكثر من فقرة مسالمة من تلمود العم سام تلمود العم السام هو حطا مو أنا اللي أقول ويقول ليس أكثر من فقرة مسالمة من تلمود العم السام هل يقصد السام ولا يقصد العم سام لأن أمريكا أونكل سام أزين تلقب حينا وأن تجربتنا الدموية مع العبرانيين اليهود في أرض إسرائيل هي العتبة إلى جهنم أصدقائنا العبرانيين الإنجليز على طرفي المحيط إنها مجرد مشهد بدائي بري من حرب الإبادة الجسدية والثقافية التي ظلوا منذ الثورة البيوريتانية يتعطشون لدمائها وينفخون في صورها ويعدون لقيامتها في أرض إسرائيل وإسماعيل وإبراهيم يعني الجماعة هؤلاء يعني يعدون العدة لهذه المساعدة يعني معناها هم يقولون إنما يعني ما هو يريد أن يقوله هنا أن التلموذ اليهودي الذي شرحنا أنه كتاب علني وليس كتاب سري كما يعتقد كثير كتاب علني هو عبارة عن تفسير شفهي مدون للعهد القديم أو التوراة تفسير الشفوي التفسيرات الشفوية التي يقوم بها الحقامات طبعا وكبار رجال الدين اليهود يقومون بهذه فيضعونه وهكذا فيتراكم الكتاب بالتلموذ عبر الأجيال يعني فهذا التلموذ ليس أكثر من فقر يعني 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 يعده رحمة إذا ما قرنه بتلموذ العمسام الدموي الدموي الكارثي فنكمل الكتاب يقول أكثر من الفيسنة وفكرة إسرائيل تعيش في الفانتازيا وتطردها الأحلام إلى الأوهام الفيسنة ولعلها كانت ستبقى في هذه الفانتازيا إلى نهاية التاريخ لولا أن فكرة أمريكا فكرة التي هي الفكرة القائمة على المبدأ الذي قلناه فكرة استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة استوعبتها استوعبتها وبنتها على الحقيقة وأعدت أدواتها أدواتها ومعقوليتها وتجربتها العملية قبل أن تنبو تلحية هيرتزيل بعدة قرون هذه التجربة التي جسدتها فكرة أمريكا في قصة مدينتين واشنطن ونكان شتانكا ثم ترجمتها إلى العبرية كانت أثمنة من كل الأساطيل والأسلحة وأنهار الدولارات التي أهداها أصدقاؤنا العبرانيون الإنجليز على طرفي المحيط إلى دولة نهاية التاريخ العربي في فلسطين لتحقق بها في خمسين سنة ما حققوه في خمسة قرون أما الصداقة الحميمة التي افتتحت لهم ما استعصى على قلب الأسد وما أهلك أصحاب الفيل ويسرت لهم افتراسنا تحت جنح العبايات فإن جهنمها لم تمتلئ بعد وما يزال ليل العشاق طويلا حتى مطلع صورة النور استغفر الله يعني فعلا احنا شفنا الآن الإبادة الموجودة في فلسطين وهم لا يتورعون عن ذلك ولا يوجد شيء اسمه قانون دولي ولا قانون حقوق إنسان ولا هم يحزنون مدام المسألة هكذا فيقول حتى مطلع صورة النور طويلا حتى نشق الظلام عن الصبح بأظافرنا أو نرقد بسلام دائم كما يرقد شعب كونوي مع عضويات الوحول والطمي والغضار تحت المدن والمزارع والحقول التي كانت ذات يوم مدننا ومزارعنا وحقولنا وملاعب وجودنا إنه سقيع الموت الأباتشي يلفح وجه القطعان يلفح وجه القطعان واشنطن في 1997 يبدو أن المؤلف كتب هذا القسم في هذه السنوات أي في نهاية التسعينيات في هذه القضية واضح حتى واضح من السياق يعني لأنه يكرر جورج بوش وجورج بوش فالمهم أننا وصلنا إلى نهاية هذا القسم والحقيقة كما لاحظنا أننا لم نضطر إلى قراءة الحواشي لأنه لا يوجد لم يضع المؤلف أي حاشية وبالتالي سينتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني الذي يبدأ بعنوان امبراطورية الله سنقرأه إن شاء الله في الحلقات المقبلة يعني بإذنه تعالى إذن هذا فيصل كريم يحييكم ويشكركم على حسن الاستماع لهذه الحلقة وهذا الفصل من كتاب تلمود العم سام الأساطير العبرية التي تأسست عليها أمريكا لمؤلفه مونير العكش على أمل أن نلتقي بكم قراءة فصول أخرى وحلقات قادمة بإذن الله إلى اللقاء